رحت دخلت أول ما فتر كده فتحت الباب طالع فيني المخرج كولن تيك جنبه رانيا كده طالع قال كده شت يسوي كده فانا خراشت كده شفيني قلت لابس شورت لابس تيشيرت نرفانا فقال لي تفضل جلست فكده جلست وقال يسولف معاي طلع لي فيه سكتش اسمه بنت الديمن سويته مع الخلاط مع تلفازها داعش في اليوتيوب طلع جلس يشوفها فقال لي you are really a good actor تشكر ويمدا لي كده قام يسولف معاي كده سولف واخذ وعاة طبعدين ضحكت قال شي ضحك فسويت قال يي.. cheer that that's him yo him yo him you are doing a house that's former I want you to do yeah you have it in you وكان يقول لي قاد يهتم لنا مصدوق قلت من جدت ق leukeطيني الدور وو كده ما قرينا شي من جد قاد اخذ دور كده رأت цراعت كذا وما قال لي طبعا منعطيك الدور بس قال ليعطيك العافية والستاي ان توتش والديفينتلي ستي ان توتش فكلمة ديفينتلي علقت في مخي يمن قال ديفينتلي ما يعطيها هلا والله طلعنا جلست برة ما كملت ثلاث ساعات صراحة جاني الكاستنج ديركتور لا قبل الثلاث ساعات كنت قاعدة على المسبح بعد ما طلعت جاني هو الكاستنج ديركتور جلس جنبي قام يكذا يناقشني بالموضوع دخل معاي في نقاش بوجت فهو إذا كانت يسألك على البوجت معناتها المخرج انت عديت مرحلة المخرج يبيك فعدها في ساعات جاء وقال لي مبروكي كبير انت بتسوي قحص هنا جاني خوف جاني خوف كبير ليه لعدة أسباب أولا القصة جريئة ثانيا الدور مرة كبير ثالثا الناس انت عودت عليك تسوي كاميدي جاني حين بتسوي لي دور درامي مرة سهل انه كذا الناس تشوفك وتقول مش كاي سوي ده ارجع ارجع نكت ارجع نكت ولا تقول لي فيها فهمت كان عندي ذا الخوف ولا كنت غير